اشتركوا في القناة خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص أو بدون نص وتكلمنا في الحلقة السابقة عن الأمور التي خصصها بل الأمور التي تنعقد فيها الإمامة عند مدرسة أهل السنة وقالوا أن الخلافة تنعقد بالبيعة وبالشورى وكذلك بالقهر والاستيلاء وباتباع ما عملته الصحابة في إقامتها فإذا تحققت هذه الأمور أو تحققت واحدة من هذه الأمور البيعة أو الشورى أو الاستيلاء أو غيرها إذا تحقق واحدة منها أصبح الشخص خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالنتيجة إذا أصبح خليفة يجب على الأمة اتباعه وطاعته نحاول إن شاء الله في هذه الحلقة أن نقف على هذه الأمور ونستدل على أنها تصلح أن تكون أسس للاعتماد في اتباع الشخص إذا أصبح خليفة بالاعتماد على هذه الأمور لو أن شخصا بويع فهل أن البيعة يصلح أن يكون هذا الشخص من خلالها خليفة لرسول الله وهل لو أن شخص جاء بالشورى هل يصلح أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم ما هو المبدأ الذي بنيت عليه البيعة وما هو المبدأ الذي بنيت عليه الشورى وغيرها من الأمور التي اعتمدها أخواننا أهل السنة في تعيين الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنبدأ بمناقشة استدلال الشورى أن أول من ذكر الشورى وأمر بها لإقامة الخلافة هو الخليفة عمر بن الخطاب غير أنه لم يأتي بدليل على أن الإمامة في الإسلام تقام بالشورى أما المتأخرين استدل المتأخرون من أتباع مدرسة الخلفاء على صحة إقامة الإمامة من خلال الآية القرآنية الأولى قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم والآية القرآنية الثانية وشاورهم بالأمر وأيضا استدلوا على مبدأ الشورى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشاور أصحابه هذه ثلاث طرق استدل عليها أخواننا أهل السنة على أن مبدأ الشورى يصح أن يكون طريق لتعيين الخليفة لنقف مع هذه الآيات ونجد هل أن لهذه الآيات علاقة بمبدأ الشورى أو أن هذه الآيات نزلت في مواطن بعيدة عن قضية تعيين الخلافة عن طريق الشورى الاستدلال بآية وأمرهم شورى بينهم أولا أن هذه الآية هي من سورة الشورى كانت أو جاءت معها آية مكملة يعني ألفاظ لهذه الآية القرآنية مكملة قوله تعالى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فإذن هذه الآية وآية وأمرهم شورى تدلان على رجحان الفعل وليس على إيجاب الفعل ومما رزقناهم ينفقون وأمرهم شورى فإذن هذه الآيات تدل على رجحان الفعل وليس على وجوب الفعل هذا أولا ثانيا إنما يصح التشاور والشورى في أمر ما فيما إذا لم يرد فيه نص من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن الخلافة قد ورد فيها نص سنبينه إن شاء الله في حلقات قادمة ثانيا الاستدلال بآية وشاورهم في الأمر أن هذه الآية القرآنية هي من سورة آل عمران هذه الآية والآيات التالية بعدها من آية 139 إلى آية 166 تقريبا كل هذه الآيات في أمر غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه في قضية الغزوات والنبي يعرف الرأي ولكن كان يشاور أصحابه حتى يعلم أصحابه على المشاورة ليتميز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رحمة العالمين عن بقية الملوك لأنه الملوك كانوا ينفردون بآرائهم وكانوا لا يشاورون الناس وإنما يستبدون حتى في الرأي إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يضع دستورا عمليا إلى الأمة بما أنه رسول الله القائد الأول في الدنيا على الأرض وما فيها إلا أنه كان يشاور أصحابه من باب أنه يريد أن يضع هذا الأساس في المشاورة وكذلك أراد الله سبحانه وتعالى من نبيه الكريم أن يحسس أصحابه بأنه رحيم بهم ولذلك هذه الآية القرآنية وردت في قوله تعالى فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزِمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحُبُّ الْمُتَوَكِلِينَ أصلاً واضحة في الآية القرآنية أن الله سبحانه وتعالى يعني يأمر النبي أنه يشاور القوم ولكن بالنتيجة شنون فَإِذَا عَزِمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ خلص النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بما يدور عنده علم ما كان وما يكون والخطاط التي كانت توضع على دراية كاملة فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم أنه ينتصر أو لا ينتصر ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية القرآنية يظهر جلياً أن الأمر بالمشاورة كان بقصد الملاينة معهم والرحمة بهم ولم يكن أمراً بالعمل برأيهم ما كان أمر من الله سبحانه وتعالى أن يعمل برأيهم ثالثاً الاستدلال بمشاورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة فقد صرح بذلك الصحابي أن مشاورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت في الغزوات فقط وقد صرح بذلك الصحابي أبو هريرة وقال فلم أرى أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا ما شفت واحد كان يشاور الناس قائد له القيادة عامة كرسول الله ما وجدت أحداً أكثر من رسول الله كان يشاور أصحابه فلم أرى أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت مشاورته لأصحابه في الحرب فقط يقول كان المشاورة وين في الحرب فقط ولم تكن الغاية من تلك المشاورة أن يتعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أصحاب الرأي باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله على الطلاع بكل ما يدور في هذه الدنيا وإنما كان كما قلنا من أجل الملاينة والرحمة بأصحابه لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال التحليل المتقدم يمكن استخلاص عدة أسئلة الآن تبين أن المشاورة لم تكن بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يأخذ الرأي حتى يعمل به وإنما من أجل استئناس من أجل الرحمة بالأمة ولكن هنا بعض الأسئلة التي هي حول مبدئية الشورى للحكم وحتى نتأكد أن الشورى في الحكم لا تصلح أن تكون واسطة لتعيين الخليف السؤال الأول لو كان أساس الحكم هو الشورى لو نفترض أن أساس الحكم هو الشورى لوجب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التصريح به أولا وبيان حدوده وخصوصياته بأن يبين من هم الذين يشتركون في الشورى من الذي يشترك في الشورى وهكذا بقية الأمور التي تتعلق بهذا الباب ثانيا أن القوم يعبرون عن أعضاء الشورى بأهل الحل والعقد من هم أهل الحل والعقد هم الفقهاء عوام الناس السياسيون بقية الناس وهكذا فلم نجد جوابا لهذه الأسئلة لا على مستوى الكتاب ولا على مستوى السنة ولا على مستوى علماء الكلام ولذلك نصل إلى نتيجة أن مبدأ الشورى لا يكون طريقا لتعين الخليفة والآيات القرآنية التي تم الكلام عليها واستدلوا بها ليس لها علاقة بهذا الباب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا طريق الحق حتى نتبعه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة